نهاردة احنا بنعطر المكان اللي احنا موجودين فيه وقلوبنا والسنة بذكر الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام الرحمة المهدامة عند رب العالمين رحمته كانت تشمل كل شيء سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه سل عنه ذراع الشاه سل عنه الجذع لما بكاه بل سل عنه هل رأت عين مثل ما رأت عيناه أو هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه أو هل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله عليه أفضل الصلاة والسلام فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يا فندم ما خلأش قلب على وجه الكرة الأرضية أحن ولا أرق ولا ألطف ولا أرحم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أرحم قلب على وجه الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال لحضراته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرحم قلب بالضبط أرحم قلب ربنا خلقه على وجه الكرة الأرضية هو قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة اقترحوا بعد فترة أنهم يعملوا منبر لسيدنا الحبيب فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على جزع الشجرة وخطب على المنبر سيدنا النبي يسمع حضرتك صوت الجزعة جزع شجرة يا حضرات بيبكي على حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ما قالوش هو أنت هتمثل أنت هتمثل علي ده جزع شجرة سيدنا النبي تخيال يسيب الخطبة وينزل من على المنبر ويطبطب ويراضي يراضي مين جزع الشجرة جزع شجرة شايف حنية سيدنا النبي رحمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويحتضن الجزع الصحابة يتعجبوا من الموقع يعني أنت سيبت الخطبة وبتحتضن الجزع شوفوا رحمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة هذه رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم حضرتك بجزع شجرة فين رحمة رحمة نحن ببعض فين رحمة الناس ببعضها فين تبس أل حضرتك سؤال هل كل حد فينا مولود جوى جزء من الرحمة واللي بيناميها بقى المواقف بتاعة الحياة والتربية والأسرة لا شك كلنا الله سبحانه وتعالى وضع في قلوبنا الرحمة الرحمة دي فطرة في قلوب ابن آدم وبعدين بقى بينميها بيكتسب منها أجزاء معينة يكتسب منها ينميها يقويها يزودها لكن كل قلب ربنا سبحانه وتعالى خلقه وضع فيه الرحمة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخاطه يقوله كده فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك لكن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمت كل الرحمات شملت كل الرحمات علت على كل من كان في قلوبهم الرحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نقرأ كده وانطلع سيرته عليه الصلاة يا فندم يتجوز في الصلاة يخفف في الصلاة علشان سمع بكاء طفل علشان سمع بكاء طفل في الصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في الصلاة وهو إمام المسلمين رحمته عليه وسلم يقول كده إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي سمع بكاء طفل صلى الله عليه وسلم يقول فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه الرحمة شيء مهم جدا طبعا ويرتنا نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة وناخد من قلب حضرته جزء كده نتراحم به بين الناس اتبسطي جدا لما جال اتصال في مرة من أحد الأخوات ربنا يكرمها ويحفظها مولانا أستأذنك عايزة منك دعاء حاضر يا فندم ربنا يا ربي يكرمك ويحفظك ويستورك ويرضيك لا مش لي آه أنا آسف أدعي المين يا فندم قالت ادعي للقطة آه والله هذا حصل إزاي يا فندم قالت عندنا قطة طبعا أي حد يسمع الكلام ده يتريع على طول لا عندنا قطة يتريع دي الرحمة بقى اللي بيعلمهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف حصل ايه مشكلة في رجليها وانا خدتها ورحت للدكتور وعندها عملية بكرة علشان نحل المشكلة اللي حصلت في رجليها تخيلي حضرتك أنا برضو ما سكيتش أنا دعيت والتاني يوم اتصلت اتمنت على القطة طبعا آه والله العظيم قد ايه أنا اتبسطت ما هي روح اتبسطت من هذا الموقف ويسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش قال ان فيه مرأة دخلت النار يا فندم طبعا في قطة وفيه مرأة بغية دخلت الجنة اعزاك الله علشان قلبها فيه رحمة على كلب اعزاكم الله في الصحراء سايته فغفر الله سبحانه وتعالى لها جميل قوي اننا ناخد من رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتراحم فيما بيننا اشتركوا في القناة